طب طالما أنه الله عمل العمل ومازال يعمل عمل العمل على الصليب ولكن يستمر العمل بالتقديس سواء عن طريق الكلمة أو الروح القدس أو والشيء الثالث الذي ذكرته عن طريق استخدم التأديب التأديب أيوة التأديب لكن الكتاب مع كل هذا يعني أنا بفكرة أجت كنيسة كورنتوس أي عم بيكتب لكنيسة بيسميهم القدسين أو المقدسين نعم ولكن في مشاكل كتير حدثت في يعني في أخلاقية وأدبية وروحية وكان يعني الرب عاوز يكمل هذا العمل فشو الفرق يعني أنه الله قدسنا وعم بيكمل مع المقدسين قدسنا أصبح مقامنا الشرعي أمام الله الآب في المسيح قدسين في الصليب في الصليب وعندما زي ما قلت من شوية عندما قابلنا المسيح ولبسنا رداء المسيح اللي هو البر الإلهي لكن وهناك جانب يعمله الله معنا كل يوم بقي علينا شيء لكي نعيش عمليا حياة القداسة يا أخ نزار يطالبنا الكتاب أو يطالبنا الله كونوا قدسين يعني عيشوا بقى وسلوك عيشوا سلوكيا حياة القداسة ولا سيامة صحيح أنا كمؤمن قبلت المسيح واتغفرت خطيايا لكن لازال في داخلي الجسد لازال في داخلي الطبيعة الأديمة حضرتك عارف من غلطية خمسة أن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد كلاهما يقاوم أحدهما الأخر أنا عايز أعيش نقي لكن هناك طبيعة في داخلي رادية عايزة تشتهي الأمور العالمية والأمور الشهوانية أرى نموسا آخر في جسدي يحارب نموسه دهني عشان كده هنا في دور على المؤمن يقوم به عشان يستمتع باللي ادهوله ربنا إزاي؟ زي ما قلت من شوية محتاجة تحمم أخو تشور كل يوم قدام الكلمة بالكلمة بالكلمة أجي قدام الرب لازم كل يوم يا أخ نزور لأن أنا بشدد لأنه تعارف الشرق الأوسط اليهود عنا في البلاد لازم يعمل الغسلات اليومية بشكل مستمر بيسموها الغسلات التقصية الشرعية في المجفين وعنا طبعا أحبائنا المسلمين وهكذا ولكن احنا متكلم على غسل من نوع تاني غسل الكلمة غسل الماء بالكلمة عندما أجلس قدام الكلمة يا أخ نزار وأقرأ الكلمة ليس للحصول على معلومة لكن أسمح للكلمة اللي ألعن الكتاب حية وفعالة وخارقة لمفرق الروح والنفس والروح والمفاصل ومميزة أفكار القلب وإيه ونياته عندما أقعد قدام الكلمة كلمة ربنا تكشف لي تقول لي الفكرة دي مش مقدسة النظرة دي مش مقدسة زمان أيامنا حامية أروا الشريعة ولما أروا الشريعة باكوا الشعب باكى على خطياتهم عشان كده محتاج إلى مية الكلمة يوميا محتاج أقول للرب اخسلني كثيرا من اسمي ومن خطياتي طهر ترجمة نانسي قنقر